الحقيقة في سنة 1960 ظهر فيلم عبقاري وواحد من دولار السينما العربية والمصرية بصفة خاصة هو فيلم بداية ونهاية اللي كان أخرجه الأستاذ الكبير صلاح أبو سيف ولعب بطلته عمر الشريف وصناء الجميل وأمينة رز رحمة الله على الجميع بقى وكمال حسين وصلاح منصور وفريد شاوي والفيلم متاخد من قصة النجيب محفوظ بداية ونهاية في الفيلم ده الحقيقة فريد شاوي بيلعب دور عجيب جدا دور حسنة بالروس البلطاجي اللي طلقت في دماغه إنه يغني فبيقف فرح ابن البقال اللي هو صلاح منصور ويقرر يرزع موال والناس قعدة بقى في الصوان والشادر ده اللي هم عاملينه وعمك فريد شاوي طلع قالك يا ليل ورزع الموال أم أم عم علي عراب الله يرحمه وقال له يا عم انتوا جايبين الرجل ده منين والتاني يقول له قعد ياد يا ابن الصارمة فريد شاوي اللي بيقول ويجي رازع الموايال وقعين والله زمان الناس الدايق فينزل فريد شاوي ويجي ضرب الناس كلها الحقيقة اللي كان بيغني قبله مغني تيل قوي قوي اسمه حامد مرسي ده واحد من عتولة الطرب يعني بس فريد شاوي بقى طالع في دماغه انه ينتزع السلطة والشرعية من المغني ده اللي هو حامد مرسي رحمة الله عليه ويغني هو وهو اصلا محدش مختنع بيه المعازين كلهم مش مختنعين بيه انه مغني لدرجة عم علي عربي يقوله يا عم انت طفحنا اللقبة اللي كانناها الماشا ده بالظبط فكرني بمقال كتب الأستاذ أحمد بهاء الدين رحمة الله عليه وأحمد بهاء الدين ده واحد من أنضف الكتاب والصحفين اللي أنجبتهم مصر كتب عن شرعية السلطة في الوطن العربي المقال بيكلم عن الشرعية في الحكم وعم بهاء بيقول كلام درر بيقولك الناس بتقلت ما بين الجانب القانوني والشكل للشرعية يعني ايه بقى قالك ببساطة كده في مفكر اسمه ماكس ويبر أو ماكس ويبر قال أي حكم أو نظام يصعب عليه أنه يملك القدرة الضرورية على إدارة الصراع بالدرجة المطلوبة اللازمة لأي حكم مستقر لفترة طويلة أي نظام يعني الكلام ده عم بهاء أم قالك يعني ببساطة كده أي حكم في الدنيا أي سلطة في الدنيا ممكن تستمر في حكمها فترة إزاي قالك عن طريق القوة أو العادة عادي جدا مبارك قعد 30 سنة بالعادة وبالقوة طب وماله أم عم بهاء قالك لا مهما قعد الحاكم ده مهما قعد من سنين لكن تظهر للعلاقة بين الحاكم وشعبه علاقة مش مظبوطة قلقة يعني ودي هتفضل نقطة ضعف السلطة ليه حاجة قالك طالما المحكوم الشعب مش مقتنع بجدارة الحاكم وأحقيته في الحكم وإن الحاكم مش عارف يدير ويحل مشاكل الشعب هتفضل شرعية الحاكم ده هوا مش مظبوطة ليه أم عم بهاء بيقول لأن اقتناء الشعب بأحقية السلطة وجدارة السلطة هو ده جوهر الشرعية خلصت وإن كل أشكال القوة والرهبة والخوف مستحيل هتدي للحاكم الشرعية مهما طالت قعدته على الكرسي يعني لو الظالم ده قعد على الكرسي 200 سنة برضو الشعب حاسس مش مظبوط ده ملو الشرعية ممكن يكون الحاكم ده على فكرة عنده معارضة عادي جدا مش طيقاء ماشي ناس غضبانة منه يصح برضو مش غلط لكن كل أشكال المعارضة وزعل بعض الناس من الحاكم لا تنفي عن الحاكم الشرعية طالما المواطن حس إن السلطة في توجهها العام سلطة وطنية خلي بالك بقى من كلمة وطنية دي يعني الأمريكان بيجيبوا أوباما بيجيبوا بايدن نص الأمريكان مشتردين عنه بس النص ده ما بيشكش في وطنية بايدن خالص ما بيشكش إن الرجل ده له شرعية لإنه الرجل ده حاسس بيهم ورجل جاي بيخاف على مصالح وطنه خلي بالك من وطنية دي مش بيبيع الجزر للسعودية يعني لازم المواطن يحس إن السلطة اللي بتحكمه سلطة منطقية مخلصة لإرادة الشعب وللقيم العامة بتاع الشعب وبتربط أبناء الوطن الواحد بعضهم بالبعض والله ما أنا اللي بقولي الكلام ده ده اللي بقولي أحمد بايد دي الله عليك يا عم بها قول الله يرحمك ويرحم والديك قولي أحمد بها بيقولي أحمد بها بقى إن السلطة الشرعية يعني مش مجرد وجود في الحكم والقاعدة على الكرسي مهما طالت أم قال السلطة الشرعية هي إيه قالك أصو ببساطة أنت ممكن دولة تحتل دولة تانية وتقعد فيها سنين مئة سنة وقتها زي ما حصل إنجلترا قعدت في الهند مئة واربعين سنة هل السلطة في إنجلترا سلطة إنجلترا في الهند كانت شرعية الإنجليز قعدوا عندنا على قلبنا حاجة وخمسين سنة هل كانوا عندهم شرعية الشعب كان حاسن دي سلطة شرعية الأسبان قعدوا في المغرب الفرنسوين قعدوا في جزائر وتونس هل كان عندهم شرعية مفيش فمهما تقعد السلطة مش شرعية القاعدة الطويلة ما بتديش شرعية إنما تفضل دي سلطة احتلال ومش شرعية لأن بقاء السلطة في الحكم لا يعني شرعية لها أم قالك لأن دا وجود بعدم رضا الله زي كده لما تتجاوز واحدة ومش مبسوطة منك مش طيقاك أو أنت مش طيقاك دا اسمه استمرار ليس استقرار شوف الدرر شوف الكتاب اللي كان بتاكل سمنة بلدي دي سلطة استمرار مش استقرار بيقول عم بهاء إنك ممكن مقتصب السلطة دا زي السيسي كده يحيط نفسه بكل أشكال الشرعية يعني آه يعني يعمل برلمان ويعمل انتخابات ويصدر تشريعات وكل دا بالقوة والرعب والخوف لكن في نظر عم بهاء كل الحاجات دي هتبقى ستاير تخفي عدم الشرعية ولا تحل بحل الشرعية لا انتخابات ولا برلمان ولا تشريعات الله عليك يا عم بهاء قول كمان والنبي قول وسمع البهايم اللي بره الزريبة بيقول الأستاذ أحمد بايددين القانون مش ورقة عليها توقيع الحاكم القوانين أحكام خارجة من ضمير الناس بتعبر عنهم وما عدا ذلك فهي لا تسوي تمن الحبر اللي اتكتبت به والنبي عمرة تسمع كلمتين حلوين زي دول في الحالة دي بقى هتلاقي الناس بتتلقى القوانين دي وتتعامل معها بالإزعان شمال شمال يمين يمين وممكن كمان ما تقومش القوانين دي لكن تظل القوانين دي حتى لو الناس قطعوها برضو مجرد قوانين وملهاش في ضمير الناس أي احترام أو اقتناع عم بها بيطرح أسئلة أو سؤال مهم إزاي تتعرف على وجود شرعية للسلطة من عدمه يعني إزاي عرفنا إن السلطة اللي موجودة دي سلطة شرعية ولا حد قاعد كده بالقوة والإجبار على قلبي قالك سؤال منطق جدا عايز تعرف؟ اسأل نفسك الأسئلة دي إيه هو شعور الشعب عن الحاكم اللي بيحكمهم؟ ده السؤال رقم واحد هل الشعب حاس أن الحاكم ده بيمثلهم؟ بينتمي إليهم؟ حاسس بيهم؟ بيدير مشاكلهم بمنطقية؟ بيشاركهم مشاكلهم؟ وبيعمل على حلها؟ ولا كله بقق إيه كده؟ وانت نور عينينا؟ وبكرة تشوفه مصر؟ وما ناكلش؟ آه ما ناكلش؟ وهو عمال يملس داغه؟ ويجيب إيش طيارات وقصور وإحنا مش حافين نعيش؟ هل الحاكم حاسس بالناس؟ هل الشعب حاسس بغربة مع النظام اللي بيحكمه؟ هل هم حاسين أنه هو معزول عنهم؟ وأن الصلة بينهم وبينه مش موجودة؟ اسأل نفسك الأسئلة كده إذا الشعب حاس بكل ده تبقى دي سلطة غير مشروعة مالهاش شرعية حتى لو عمل برلمان وانتخابات حتى لو سرح كلابه على الشاشات تسبح بحمده ليل ونهار وحتى لو قاعد في السلطة برضو مئة سنة في نظر عم بها هتفضل سلطة غير مشروعة مغتصب الحكم الله يرحمه لأستاذ بقى الدين ودلوقتي بقى الأسئلة دي موجهة لك أنت أنت أسأل الأسئلة دي هل الشعب المصري حاسس أن القوانين اللي بيصدرها السيسي قوانين خارجة من ضمير الناس بتعبر عنهم؟ اسأل نفسك إيه شعور المصريين عن السلطة بتاع السيسي اللي بيحكمهم؟ اسأل الشعب هل الشعب حاس أن السيسي بيمثلهم؟ بينتمي ليهم؟ حاسس بيهم؟ هل هم حاسين بغربة مع النظام اللي بيحكمهم؟ هل حاسين أنه هو معزول عنهم؟ وأن الصلة بينهم وهم بعض مش موجودة؟ أعتقد الإجابة عندك وبعد ما تجاوب عليها هتعرف أني الانتخابات والبرلمان والزيطة والزنبريتة اللي عملها السيسي دي كلها على حد تعبير أحمد بايددين ستاير بتخفي عورة سلطة غير مشروعة مهما عارض الحكم فيا سلطة بالقوة بالعافية واللي اشتغل معهم الشعار بتاعه زي اللي قاله الأستاذ عادل أدهم في فيلم الشيطان يعز لما نور الشريف وقف قال له أنا مرضيتش أطلع نادل وضيع الحرمة دي قال له إحنا بقى إحنا نحب نشتغل مع النادل اللي يسمع الكلام وينفزه عن الجدع الشه اللي يوجع دماغنا دي السلطة دي السلطة اللي خلت فريد شوقي يطير حامد مرسي عشان يغنى هو بصوت الوحش والفرح يتقلب بقى عركة